أولاً أنا بشكر شكر خاص لدكتور إيهاب على دعونتي المؤتمر الحقيقة أنا سعيدة جداً بوجدي معي كل نهاردة وقفتي العزيزة دكتورة مونة وطبعاً يعني إيه على قتلة وبعض طويلة لدبال ويعني إن شاء الله كده نكون مع بعض بإذن الله في المؤتمرات جاية هحاول سريعاً إن إحنا مقدرتنا النهاردة عبارة عن شقين الشق الأولاني إن إحنا هنشوف الأنتربيومتريك ميجرمنت الشق الثاني هنشوف الـ Investigation والـ Important Points اللي إحنا ممكن نركز عليها في الـ Investigation A مبدئياً هنقول إن إحنا عندنا إن الـ Growth Usually children grow in a predictable manner وإن الـ Abnormal growth might indicate the presence of underlying disease يعني إحنا دلوقتي لما بنبقى جزء من الـ Examination بتاعنا لأي طفل إن إحنا أول ما بيجينا بأي disease بنشوف الـ Weight والـ Hyde والـ Anthropometric measurement بتاع الأداة ممكن بإيديكيات chronic illness Frequent and accurate assessment of growth in primary importance for physicians and nurses caring for children لما بنجي نقولي الـ Condition affecting growth ممكن إنها تكون أي حاجة لها علاقة بأي سيستم في الجسم كله Cardiovascular, Nervous, Renal, Immune System, Metabolism, Endocrine and Puberty وبالتالي إن إحنا بنلاقي إن في الـ Growth Pattern بتاع الـ Children هو أعلى Growth Pattern أو أعلى Increase في السنتيمترات بتحصل في الفرس تير يعني إحنا بنتولد نص متر أو بنخلص السنة الأولية بنبقى إلى 3-4 فإحنا كده زدنا 25 سنتيمتر في أول سنة Puberty gross spurt عادتها بيحصل في الفيميل earlier زين الميل وبيبقى الطول النهائي للـ Female بتبقى أقصر من الميل زي إحنا نشاهدين في الكيرف وده الكيرف بتاع الـ Growth Flossy هو البداية بتاعته مش decelerating down مش عشان الطفل بيأسر لأ علشان الـ Rate of Increments هو اللي بيقل زي ما إحنا انتفقنا أول سنة بتبقى مش زي ثاني سنة مش زي ثالي سنة وبرضو اللي اعتمدنا على Long Moons والبون إيج بيبقى مهم جدا الـ Growth بيتأسر بحياة كتيرة جدا على السيزيونال والسيكولوجيكال والفيزيكال والديزيز والنيوتريشن كل ده ممكن والجناتكس ممكن ده يأسر على الـ Growth of our child وبالتالي المنطرينج الـ Growth مهم جدا بنشوف الـ Weight بنشوف الـ Length بنشوف الـ Growth Velocity الـ Heast Circumference وكل ده بيبقى Blotted على Curves يعني احنا عادة في الـ Pediatric Edge Group ما بنتعاملش معه أرقام أكتر ما احنا بنتعامل مع Growth Curves فمثلا الـ Length لما بيجي الـ Children أقل من سنتين ما بقسوش وهو واقف لازم يكون هو نايم ولازم يبقى فيه Two Assistant معايا واحد بيبقى ماسك راس الطفل زي ما احنا شايفين كده واحد ماسك رجله عشان ما يحركهاش وبيبقى نايم بالمنظر ده علشان أجيب الطول بتاعه مظبوط لما بيبقى واقف بيبقى واقف Straight وظهره ورجله والـ Octopath عنده كلها على Point واحدة على Straight على Back وباصس لقدام يعني هو لا الطفل عمل كده ولا عمل كده ولا تاني راسه لقدام لازم يكون باصس في الفرانكفورت لين عشان أجيب طوله صح برضه وبالتالي احنا عندنا حاجة اسمها زي سكور زي سكور ده بيجيب الطول بتاع الفيشنت وبطرحه من المين وبقسمه على Standard Patient عادة دي بتبقى جداول أو بتبقى موجودة جاهزة على Growth Curse فما بيبقاش عندي مشكلة في الحساب بتاعها قوي لكن علشان أقول أن الطفل ده Normal or Not يبقى لازم أن انا افولو الـ Bill Shaped Curve اللي احنا شايتينه معظم الأطفال بيبقوا في النص اللي هي عند منطقة الزيرو والـ Minus 1 والPost of 1 وبعدين بعد كده deviated شوية للـ Minus 2 deviated شوية للPost of 2 لكن أقل من الحتة دي هي اللي بتبقى الخطر بتاعنا بقى إنه ممكن الطفل بتاعي يدخل في سكة مش مزبوطة ودي طريقة حساب الـ Standard deviation أو الزيت score الـ Growth Curves عندنا هتلاقيها يعني مؤسسات كتير عاملة الـ Statistical كتير عاملة Growth Curves منها هتلاقي بالـ Stentiles منها هتلاقيها محسوبة بالـ Z score يعني جاهزة لكن أهم حاجة إن أنا أعرف إزاي أعمل البلوتنج للـ Child بتاعي على الكيرف بتاعي مزبط طبعا بشوف الكيرف ده بتاع boy أو girl بشوف الكيرف ده بتاع length أو height بشوف الـ Age بتاع الجروس كيرف ده من كام لكام ما جيش أحط أي حاجة في أي حاجة عشان تطلع في النهاية غلط ده برضو Cross Curve للـ Weight بنعمل Blotting للـ Child بتاعنا على الـ Different Centiles وده آخر واحد اللي هو جاي لنا جاهز بالـ Z score يعني ده أهو عامل الزيرو وبعدين هنا Post of 1-1 وبعدين Post of 2-2 فده جاي لنا جاهز بالـ Z score وDisproportional فعشان أقول Proportion Disproportional لازم بقيس الـ Upper Segment عن Lower Segment الطفل اللي لما بيتولد أي حد بيبقى واخد باله إن الـ Upper Segment بتاع الطفل دايما بيبقى أكتر من Lower Segment بعد كده بيحصل إن اللونجبون بتبقى بتزيد بطريقة أسرع فبالتالي الـ Ratio اللي بين الـ Upper Segment والـ Lower Segment بيبدأ تقره من بعضها أول ما يتولد بيبقى 1.7 إلى 1 وبعدين بعد كده 1.3 إلى 1 بعدين تتساوى واحد لواحد عند سنة تقريبا 7 إلى 8 سنة وبعدين بعد كده بتتقلب الـ Ratio دي الأول أنا بقيس الطفل زي ما هو واقف كده زي ما احنا اتفقنا اللينس أو الطول بطعى الطفل بيتأسس زي وبعدين بعد كده بنستمس بيوبس لغاية الأرض بقيس الـ Lower Segment وأنتو بشوف الـ Patient بتاعي proportionate or not لو أنا مش عارفة عمل القصة دي ممكن أجيب sitting height وده برضو بيبقى طول من الـ Diagnose الـ Weight بتاع الـ Child is key indicator of growth and should be measured in each clinic visit brought it on growth chart زي ما نقول ولازم الطفل يكون أقل من سنتين ما بيبقاش لبس خفيف خالص أو ممكن مش لبس لبس لكن في الـ Ordered Children لازم برضو يكون minimal clothing ما بقاش يعني بنقيس الوزن بتاعه هو لبس مثلا لبس يشيتوي كتير لا ما يمتعش الكلام الـ BMI من الحاجات اللي برضو مهمة أوه في الحسابات وخصوصاً اللي احنا عندنا tendency الأطفال دلوقتي إن هما يبقوا أوبيز فبالتالي حساباتنا أن الطفل بتاعي ده إنه هو أوبيز أو إنه هو أوفر ويت أو إنه هو بيزيد في الـ BMI بتاعه إنه هو عنده tendency إنه يبدأ أن يترون هيبقى أوبيز يبقى لازم أحسب الـ BMI اللي هو الـ Weight على الـ Square height in meter وبرضو زي ما اتفقنا إحنا عندنا Bross Curves ولازم بنعملها Blotting على الكيرف بتاعنا فهنا مثلاً دي الكيرف بتاعة الـ BMI اللي هي الـ Overweight من كامل لكامل أوبيزتي في أعلى من خمسة وتسعين الموربود أوبيزتي أكتر 120% الـ Head Circumference برضو يبقى روتين اليوزد لغاية سن الخمس سنين وبيبقى الـ Tape بتاعي بيبقى hair وmeasure midway between the hair line and the eyebrow and the occiput من الحاجات المهمة جداً إن إحنا نرفير طول الطفل للأب والأم يعني بنشوف طول الأب والأم عشان نشوف الـ Patient بتاعي ده يعني within الـ Equation دي ولا براها يعني إحنا بنشوف الـ Father ذلك Mother plus 13 لو كان ولد أو minus 13 لو كان بنت ونقسمها على 2 إزاي بنعمل لها Blotting على الكيرف؟ أدي الطول أهو بتاع الطفل بتاعي By definition هو short هو أقل من certain time لكن لما نيجي نحسب الـ Mid Parental height أهو وبنرسم Curve Parallel للـ Growth Curve بتاعنا هنبص لقي within الـ Mid Parental height بتاعه طفل برضو هو نفسه لكن الأب والأم بتاعه طوال فبنرسم Curve Parallel زي ما إحنا شايفين هنلاقي أقل من الـ Mid Parental height يبقى هو كده هيبقى بايدف نشان هو short الـ Assessment للـ Growth مهم جداً وأنا الأول مفروض إن أنا أخد history زي ما دكتور أشرف قال لنا بكل points بتاعته بكل anthropometric measurement with the small features وال asymmetry with disproportion وبعدين بعد كده بندخل على الـ Lab إيه بقى الـ Point المهمة في الـ Lab اللي إحنا لازم نركز عليها أنا مش أول واحد ما يجيلي short stature إن أنا أيوة أعملي بيزل Growth Hormone يلا عشان بس نشوف كده نتطمن الكلام ده حرام يتعمل حرام لأن أولا دي فلوس مرمية في الأرض سنين أنا مش هستفيد بأي حاجة لو عملت Growth Hormone اللي هو البيزل اللي بتعمل في كل الـ Patient Short اللي هو بيقولنا أمال إيه الأحسن إن أنا أعمله Basic Investigation Why not؟ ليه ما يكونش هو وإن هو ممكن يكون شورت بالسبب ده ممكن يكون سيلياك ممكن يكون فيه Inflammatory Bowel ممكن يكون فيه ممكن على فكرة أطلب دناء يعني أطلب الأنسلجوس فكتور 1 بس خليها دي قدام شوية لو أنا صلحت كل ده هنحاول نحن نركز على points كده معينة يعني مثلا بالنسبة الإنسلجوس فكتور 1 الإنسلجوس فكتور 1 لعني ممكن في السببين دول الإنسلجوس فكتور 1 يكون نورمل والطفل برضو ممكن يكون شورت من الحاجات اللي ممكن تقلل الإنسلجوس فكتور 1 ويبقى كليند إن هو الطفل ده بروس فموند بيشنت وهو مش دكشنت ولا حاجة ودي لستة من اللي اللي هو بيقول لنا الإنسلجوس فكتور 1 ممكن يتأثر بإيه تاني حاجة تاني حاجة نورمل سيرويث فانشون قبل ما بروسيد أنا عملت بيزيك نفسديجيشن والطممينت ان البشرانت بتاعي كويس ولو كان آنمك أنا هدي لو كان هدي فيتامين دي ديفيشنسي هدي فيتامين دي هزبط الطفل بتاعي لكن مهمة قوي قبل برضو ان انا اراشفور جروس هرمون او اطلب جروس هرمون ان انا اتطمن على نورمال ثيرويد فوج وده السببين لو هو في افكتد انا هدي تريتمينت للحايبوثيروديزم واشوف بالانكريمز بتاعي اخباره ايه ولو ما كانش كويس اعمل جروس هرمون بعد ما نورمالايز السيرويد فونكشن او ان هو من البداية لقيت السيرويد فونكشن نورمال فخلاص قلنا اي شرط في ميل لازم يتعمل لها كاريو تايبين بعد كده الميجرمنت اتفقنا ان الجروس هرمون ما بيتعملش بيزل دي نمرة واحد نمرة اتنين اللازم يتعمل له والبروفيكيشن ده بيتعمل بطرق كتيرة لكن موست كومان اللي باستخدمه ايه باستخدم الهايبو تينشن وده لو استخددت كلوندين او باستخدمه بالانسولين ان انا اعمل هايبو جليسيمي وباسحب سيريال سامبلينج لغاية ما شوف البيك بتاعت الجروس هرمون اللي هي المفروض توصلي في الفيرس two hours 97% منهم بيكونوا وصلوا للبيك في الفيرس two hours بعد ما نعمل اندكشن للهايبو جليسيمي او اندكشن للهايبو تينشن انا ما بسيبش الطفل بتاعي هايبو جليسيمي كتول التست مش الله يرحمه ده انا كنت بعمله جروس هرمون لا انا وانس حصل هايبو جليسيمي انا بكون مركبة كانولا وبادي بلد جولوكوز لو الطفل حبط مني وباكمل التست عادي لان وانس استيميليتد ان هو بقى هايبو جليسيمي الجروس هرمون بيك بتطلع بتطلع يبقى انا في الحالة دي بعمل management للطفل ما بدخلوش بقى ما تكملش الهايبو جليسيمي على الاخر ولا حاجة البيك مختلفة الحقيقة اف كزا ممكن بقوا بناس بكاتبة خمسة ناس بكاتبة سبعة ناس بكاتبة عشرة اللي هو يعني اقل من خمسة اقل من سبعة اقل من عشرة لكن اللي احنا ماشينا عليه انه هو يكون اقل من سبعة نانو جرام ترميل وبالتالي البي ام اي برضو ممكن تبقى influence secretion الجروس هرمون فلازم نخلي بالنا منها البيو برتيانسيكس هرمون هنلاقي احنا كندوكرا جيست بنقول ان احنا بنعمل priming للطفل اللي هو يعني ايه كلمة priming ان انا بدي sex steroid قبل التست بخمسة يام ودي الحقيقة ايها debate ايها شوية debate ان في ناس بتقول اعمل priming بsex رمون وفي ناس تانية بتقول لا ام اعملش لكن ماشي الحال يعني لو اديت او مدتش الاتنين بيبقوا يعني ما فيش منهم مشكلة يعني طالما ان في debate فالاتنين بيبقوا قابلين ان هما يبقوا ضح يعني ايه بدي للprepipirtle اللي هو البوي الاكتر من 11 سنة والgirl الاكتر من 10 معلش النقطة دي بس نقفي عندها شوية انا بقى يعني كلمة priming تم ادي sex steroid ليه لان انا بتوقع ان الطفل الprepipirtle ده انه لما يدخل في الprepipirtle ويبدأ sex همون بتاعه يطلع جرس همون هيبقى كويس وهيطلع معي وهياخد فعشان كده انا بدي كنوع بديل للسيكس همون اللي المفروض هتطلع بعد شوية فبالتالي زي ما يكون كده بفرق ما بين والجرس هرمون دفشنسي يعني يعني روتين ان انا بعملها علشان بفرق ما بين والهو اللي هو الفاميليال لان الفاميليال عادة بتاعه ماشي مع سنه يعني هو عشر سنين والبون بتاعه عشر سنين لكن الطفل هو هو لكن بيبقى ماشي مع سنه فلازم يتعامل مزبوط غير طبعا بقيت عشان حالة زي حالات التيرنر الكون بتاعتي بقى ان الـ general health accurate and regular plotting of a child gross play an important role in detection of gross disorder early detection and diagnosis of short stature help to optimize adult height and minimize the impact of underlying hercic condition however the diagnosis and therapy for short stature are often delayed والازم يبقى multidisciplinary approach شكرا to be on and شكرا